أتحدث عن أسواق الطاقة بداية حيث يعد تحالف أوبك غدا يعقد اجتماعه لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائهم العشرة وقد يقر زيادة في إنتاج النفط في ظل انتعاش طبعا الطلب هذا وفقا للوكالة الفرنسية وبعدما امتنعت طبعا الدول الثلاثة والعشرين عن استخراج ملايين برامير النفط يوميا هذا لتفادي طبعا إغراق سوق متباطئة في ظل تفشي كوفيد ناينتين حيث قامت في مايو بزيادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي الاقتصاد مستفيدا طبعا أو مستفيدا من حملات التطعيم ضد الوباء تم ذلك بموجب استراتيجية تدريجية تقضي بزيادة شهرية تم تحديدها حتى يوليو وعلى جدول عمال التحالف أيضا غدا أذكر أنه سيكون هناك عادة تقييم هذه السياسة مع احتمال تمديدها بدءا من أغسطس والواقع أن السوق تلقت صدمة في مايو مع تسجيل موجة واسعة من الإصابات في الهند الدولة الأسيوية إذ تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستهلة كالنفط بعد الولايات المتحدة والصين طبعا على الرغم من معاودة فرض قيود على التنقلات في عديد من الدول الأسيوية هذا طبعا يكبح استهلاك النفط وتوقع بعض المحلل النفط أن يواصل الطلب الارتفاع مع تكثيف حركة السفر في الصيف تحديدا في أوروبا والولايات المتحدة بفضل حملات توزيع اللقاحات المكثفة في هذه المناطق عن الشأن المحلي وعن إغلاق جسد الأمس كان الافتتاح المؤشر طبعا في جسد الأمس عنده 10,529 نقطة اتجه نحو أعلى نقطة في الجسد عنده 10,571 نقطة رابحا 5 من المئة في المئة في نهاية الجسد طبعا كان إغلاق المؤشر عنده 10,547 نقطة رابحا 28 نقطة بنحو 20 من المئة في المئة طبعا تراجعت السيولة 7% بنحو مليار ريال لتصل إلى 12 مليار ريال هذا في إغلاق الجسد بينما زادت الأسهم المتداولة 7% بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 408 مليون سهم متداول على صعيد الصفقات ارتفعت 9% بنحو 39 ألف صفقة لتصل إلى 472 ألف صفقة أداء الأسهم متابعين في جسد الأمس طبعا تصدر الأسهم المرتفع العبداللطيف بالنسبة القصوى 9.9% ليغلق عند 32 ريال و55 هللا يليه تبوك الزراعية بنحو بنفس القيمة ليغلق عند 34 ريال و20 هللا المتطورة أيضا ب7.7% ليغلق عند 41 ريال و80 هللا كما شهدنا في جسد الأمس أيضا في المقابل تصدر الشركات المتراجعة وفرة بنحو 5% ليغلق عند 192 ريال و80 هللا يليه سبب بنحو 2% ليغلق عند 30 ريال و55 هللا طبعا ترقب اثتاح السوق مشاهدينا أيضا حل ثالثة في الشركات المتراجعة في الأمس بنحو 1.8% ليغلق عند 22 ريال و58 هللا طبعا كان لعلى تداولة متطورة بقيمة 772 مليون ريال يليه لازاوردي بقيمة 534 مليون ريال وحل ثالثا أيضا الراجعي بقيمة 305 طبعا مليون ريال إذن افتتاح السوق متابعين على ارتفاع عند مستويات 10.563 نقطة إذن بارتفاع 16 نقطة بـ 10% هذا هو افتتاح المؤشر على ارتفاع كما ذكرنا جلسة الأمس في إغلاق الأمس مشاهدينا كان المؤشر على ارتفاع في رابع جلسات اليوم يواصل افتتاح المؤشر على ارتفاع بدعم من أداء القطاعات القيادية خصوصا المصارف وكذلك البترو كيميكل طبعا الجميع ترقب افتتاح أو ترقب غدا اجتماع أوبيك بلس لتحديد مستويات النفط والدعم إذن المؤشر على ارتفاع كما ذكرت المتابعين 10.574 نقطة هذا هو افتتاح المؤشر بشكل عام بدعم من أداء القطاع القيادي